هكذا كان المشهد في محافظة كربلاء قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب عشرات المتظاهرين السلميين أصيبوا بجروح بعد مهاجمة موكبهم بالعصي والهراوات من قبل مسؤولي الأمن في العتبة الحسينية وأمن ميليشيا الحشد والسبب هو ترديد المتظاهرين هتافات مؤيدة لثورة تشرين ومنددة بالنفوذ الإيراني الذي ضاق به العراقيون ذرعا ناشطون في كربلاء اتهموا عناصر الأمن وميليشيا الحشد بمنع المسيرة من دخول العتبة ومن ثم مهاجمتها بعدما ذكرت الأخيرة من كاد أن ينسى بأن ثورة تشرين مستمرة ممتدة بدماء شهدائها وتضحيات شبابها اعتداءات كان أبرز آثارها تمزيق صور شهداء التظاهرات فمثل هذه الصور ليس مرحبا بها من قبل المسؤولين في العتبة بينما ترفع صور لقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني في استفزاز مقصود للثوار ما تعرف بخلية الإعلام الأمني بررت الاعتداء على المتظاهرين الزائرين بوجود مندسين واتهمت المتظاهرين بافتعال ما وصفته بالاحتكاك مع القوات الأمنية المكلفة بحماية الزائرين وهو ما نفاه المتظاهرون جملة وتفصيلة موقف مقتدى الصدر من الاعتداء على المتظاهرين لم يكن أقل حدة من الموقف الحكومي حيث فضح تهديده العلني للمتظاهرين حقيقة موقفه وموقف أتباعه من ثورة تشرين وسبق تلك الأحداث اعتقالات نفذتها القوات الحكومية بحق عدد من المتظاهرين الذين كانوا في طريقهم إلى كربلاء والسبب هو رفعهم العلم العراقي وبعض صور شهداء ثورة تشرين الذين قتلتهم آلة القمع الحزبية والميليشياوية وتعيد المشاهد القادمة من كربلاء إلى الأذهان ما حدث ويحدث من انتهاكات وقمع بحق المتظاهرين منذ انطلاق ثورة تشرين وإلى اليوم جرائم لم تكشف السلطات الحكومية عن هوية مرتكبيها إلى الآن لأسباب لم تعد خافية على أي عراقي